لا انا وبغلطش في حد ولا حغلط في حد لانه انا تعلمت كده جوال نادي الاهلي بالمناسبة تعلمت كده ومش تربيتي ومش اسلوبي وعرف ان الكلام ده كلام بعيد جدا جدا عن ما يحدث وبعيد جدا عن مستوى تفكيري الحقيقة فالبطولات الحمد لله كتير ولكن وانا هنا رسالة للعبت النادي الاهلي بدون توتر بدون ضغط بدون اي شيء النادي الاهلي الافضل من نادي سانداونز النادي الاهلي الافضل تاريخيا وفنيا وكل شيء وهجب لكم الارقام دلوقتي وهعرفكم انا ما باجه اتكلم ما بتكلمش وتك وتك لا ارقام وهنتكلم والسنة دي غير السنة اللي فاتت في كل حاجة مختلفة في كل شيء فعشان كده انا كل حماس النهاردة كل اللي داخل يقول لي ايه يا كابتن ملك متحمس طبعا متحمس ده انا عايز العب ده انا عايز العب الماتش ده قبل وانا اسف انا عندي ماتش بكرة مع بيرامنز هتكلم عنه عندي نجوم كبار النهاردة هنتكلم عن هذه المباراة لكن انا بتكلم في الجزء الاول الجزء الاول ده الخاص بقرعة النهاردة ونادي سانداونز وترياءة حارس مرمى نادي سانداونز معرفش هل اتكلمت مع بعض اللاعبين بشكل شخصي طبعا كاصدقاء يعني كله نفسه يلعب الماتش كله بيقول لي بس يا كابتن احنا ايه معلش عندنا تلات تلات ماتشات في النص دوري عايزين نفكر في التلات ماتشات دول بس عايزين يوم تمانية وعشرين او تسعة وعشرين ييجي وبعدهم عايزين ستة او سبعة مارس ييجي بساط كان تفاقل كبير جدا جدا بالمرحلة الافريقية القادمة وان شاء الله المرحلة المحلية فانا قلت طب من حضراتكم يعني الموضوع ان شاء الله هيبقى مختلف وحيبقى زي ما انتوا عايزين وزي ما انتوا متوقعين ان شاء الله محدش عارف ايه ودايما انا بقول لكم هذه الكلمة كرة القدم فيها تلات حاجات مكسب وخسارة وتعادل فبالتالي احنا دايما ما نبحث عنه داخل النادي الاهلي او المكسب او بذل المجهود للوصول للمكسب هو ده دايما اللي احنا بنحاول نبحث عنه وهو ده دايما اللي احنا بنحاول نبقى عايزينه وهو ده دايما اللي احنا بنفكر فيه وان لعبتنا ما تأثرش في حاجة وانا متأكد وواثق بعد اللي اسمعته النهاردة ان لو لو تقال ان يجي سبعين مليون لو فيه استادي يشيل سبعين مليون لو تقال ان يجي سبعين مليون في مباراة سانداونز القادمة سبعين مليون حييجوا اللي هما على حسب استطلاع الاخير اتنين وسبعين مليون من الشعب المصري بيشجعوا النادي الاهلي فالجمهور انا متأكد منه ما عنديش اي اي هزة ثقة مثلا ان الجمهور لا الجمهور هيوقف مع فريقه من اول دقيقة لاخر دقيقة في كل حاجة في المكسب وفي كل حاجة فعشان كده انا بقول لحضراتكم ما عنديش مشكلة مع الجمهور لو كان الواحد بيفكر في اللاعبين لا بعد اللي انا سمعته النهاردة من معظم اللاعبين انا سعيد يعني قلبي مرتاح وبحاول ان انا طمن حضراتكم لانها مكالمات شخصية يعني ما بيني وما بين معظم اللاعبين وكلهم الحقيقة بيفكروش في غير في حاجة واحدة بس مباراة بيراميدز مباراة طلاعي الجيش المباراة المصري اعتقد وبعد كده مباراة سانداونز الزمالك طبعا الاتنين اللي هيتلعبو وبعد كده السوبر والدوري وبعد كده سانداونز هو ده اللي احنا بنفكر فيه خلال الفترة اللي جاية كابتن عندنا مطش مهم بكرة عندنا مباراة صعبة عايزين نكسب بكرة ونكسب الطلاع ونكسب البصري ونكسب الزمالك في السوبر ونكسب الزمالك في الدوري ونفكر بقى في سانداونز بعد كده لكن كلهم تفاؤل وكلهم مستنيين اليوم اللي حيجي فيه هذه المباراة زي ما هما مستنيين يكسبوا ان شاء الله بكرة في مباراة بيراميدز مستنيين يكسبوا في مباراة الطلاع طلاع الجيش مستنين يكسبوا إن شاء الله في مباراة المصري مستنين يكسبوا الزمالك في السوبر ويستنين يكسبوا الزمالك في الدوري بعد كده تيجي بقى مباراة سانداروس والموضوع مش ثقر لأن كرة القدم أو الرياضة بشكل عام لا يوجد بها ثقر ولكن كرة القدم تعرف الأحجام كل واحد وله حج كل واحد وله تاريخ كل واحد وله بطولة انت بتكلم بثقة ليه كده يا عمس ليه ما هو انت واثق من ايه انا واثق من حاجة واحدة انا مش واثق من ان انا اكسب على فكر لأن كرة القدم ما تقدرش تقول فيها الكلام اللي انا ان انت هتكسب او ضامن مية في المية ان انت تكسب لا مش هيحصل انا عمري ما كنت ضامن اي مباراة كنت هلعبها وكنت لقي حاجة ممكن تلاقي حاجة تحصل زي ما حضراتكم بتشوفوا ولكن الحاجة الوحيدة اللي انا ضامنها ان انا عندي جمهور هيكسر الحاجة وحيخلي اللي عنده اللي بيلعب بمية في المية هيلعب بمتين في المية وعندي لعيبة من رد الفعل اللي شفته النهاردة لا لعيبة رجالة عندها هروح الفنين للحمر اللي هي بتتعب الناس كلها لما بيقول الكلمتين دول عندهم روح